المناسبة ما عنديش اي مشكلة في تطبيق اي لايحة حضرتك بعد تهالي وما عنديش اي مشكلة في تطبيق اي نوع من انواع اللوائح طالما حضرتك بعد تهالي وانا مضيت عليها كنادي اهلي يعني واستلمت اللايحة دي لكن حضرتك بتعقبني او بتكلمني على حاجة انا ما شفتهاش فيش حاجة اسمها ايه اعود انا مع محمود ولا مع عاطف ولا مع اي حد من الاعداد اقول لهم النابة جماعة انا عايز كذا 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 ودي كده لا ما فيش الكلام ده الكلام ده حضرتك بيبقى بصادر ووارد ومرسل ومستقبل كل حاجة احنا هنا لما بنحب نعمل حاجة في القناة بنعمل بنكتب ورقة او بنبعت ميل نقول يا جماعة عملونا كذا عايزين كذا رسمي ما انا ممكن ارفع السماعة على فلانا اتكلم معاه اقول له انا محتاج كذا لا ماينفعش لازم دايبا يبقى فيه امر واضح نقدر نستند عليه نستند عليه لكن هو حضرتك بتقول لي انا هطبق اللوايح طب هي فين اللايحة عشان تطبقها هي اللايحة دي حضرتك حطتها على الموقع الرسمي لما احنا قلنا او لما الناس اتكلمت في الموضوع وبعدين لما انا بقعد انا وفريق الاعداد بقول لهم يا جماعة عايزين ايه فيقولول يا كابتن احنا عايزين نعمل كذا وكذا في الحلقة اللي جاية مثلا ومحتاجين واحد اتنين تلاتة قلوهم تمام ادي الورقة نكتبها قمضي لهم عليها وهم يمضوا وينطلحها للمسؤول اللي فوقينا واللي فوقينا يطلحها لللي فوقي وهكذا هي دي الامور ماشية بكده فيبقى فيه شيء اقدر استند عليه لو اي حاجة حصلت حاجة يعني حاجة مستند في ايدي او ميل مبعوط ان فيه مفيش حاجة من دي حصلت مفيش حاجة من دي حصلت فحضرتك بتعقبني وبتكلمني على ايه بالمزاج فبقى هي بقى انا حقدر اقول لكن هنا انا قدر اقول لحضرتك ان انت طبقت اللايحة شكرا لاتحاد كرة القدم على سرعة اتخاذ القرار وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا رغم من انا كنت جاي النهاردة اتكلف ان هو هو ليه جماعة لم يصدر القرار لغاية دلوقتي النهاردة الحمد لله صدر يوم اه اه الاربع والمباركة نتيوم الاتنين اذا مفيش مشكلة نقدر نقول ان هي صدرة بشكل سريع ولكن اه هو ليه حضرتك مكملتش النص التاني من العقوبات ليه انا انا الحقيقة اه مش فاهم الموضوع ايه لانه صدقون يا جماعة طول ما فيه لوائح وقوانين بنمشي عليها الدنيا هتبقى زي الفل الدنيا هتبقى زي الفل وانا بقى طالب تطبيق كل اللوايح وكل وكل العقوبات اللي موجودة في اللوايح على النادي الاهلي لو لقدر الله النادي الاهلي طلع برا اه اه النص او طلع برا الامور اللي بتبقى دايما مرسومة النادي الاهلي بيعمله لكن حضرتك دايما بتطبق نص اللايحة ليه او بتطبق اللايحة او بتطبق حاجة بمزاجك في بعض الاوقات لكن هنا شابوه الحقيقة لاتحاد كرة القدم احنا بنشكرهم جدا 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 على ان هما طلعوا يعني من المفترض ان ده شيء طبيعي على فكرة ولكن علشان الحقيقة احنا الفترة اللي فات كنا بننتقد فيهم بشدة علشان العقوبات دي وما زلنا بننتقد اه هذا الموضوع ولكن في النهاية لما في حاجة كويسة بتحصل هنقول ان في حاجة كويسة حصلت هنقول يا جماعة ان في حاجة كويسة حصلت وحنعملها وحنقولها لحضراتكم فيش مشكلة خالص بالنسبة لنا ما عندناش عدوات شخصية مع حد ما عندناش عدوات شخصية مع حد ولكن حضرتك ايه آآ قلت ولا تقربوا الصلاة طب ما كملتهاش ليه انا مش فاهم الحقيقة يعني شيء غريب جدا 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 اتحاد كرة القدم بالمناسبة او اللجنة الخماسية اللي ديولي اتحاد كرة القدم بتحاول تعمل حاجة كويسة ولكن زي ما حضراتكم شايفين هل انا المفروض ان انا مطالب ان لما يجيلي الورق ده ونقرأ اللايحة او نقرأ العقوبات الصادرة بعد نهاية مباراة الاهلي والزمالك طيب كل الناس اللي خسرت دي زنبها ايه بالمناسبة زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي هو الفائز الوحيد من هذه المباراة النادي الاهلي هو الفائز الوحيد من هذه المباراة تلات نقط وريحنا لعبتنا ما لعبوش اتمران وتمرينة كده لطيفة وعلق عليها فاروق صلاح وكانت تمرينة لطيفة وفي نفس الوقت استريحه للمباراة القادمة وكل حاجة تمامه زي الفل بالنسبة لنا لكن فيه اضرار مالية بقى للرعاة والبث الفضائي والكذا 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 الاضرار المالية دي مين اللي حيتحملها؟ فمن فضل حضراتكم وزي ما بقول مرة تانية لا توجد عدوات شخصية ما بيني وما بين اي حد في اتحاد كرة القدم بالمناسبة كلهم ناس محترمة جدا واصدقائي كلهم الخامسة اللي موجودين تقريبا كلهم اصدقائي وانا على علاقة جيدة بيهم جدا ولكن علاقة شخصية او لو احتاجنا نتكلم في حاجة نسأل في حاجة نعمل في حاجة لكن لما لاقي الموضوع وصل لهذه الدرجة لازم اتكلم يا جماعة ما هو اعمل ايه طيب ما اتكلمش